أكد سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن مشروع قياس الأداء تقوم فكرته على إتاحة الفرصة للمسؤول لمحاسبة الموظف بمعيار KPTI وتقييم إنجازة وفقا لمؤشرات محددة في قياس الأداء لا تظلم أحدا وهذا تقييم مرتبط بالعلاوة السنوية التي تستلم في الأول من يناير وتقدر بنسب مختلفة يقرها مجلس الوزراء والمقترح الآن أن يحصل الموظف من صفر إلى سبعة في المئة من الراتب كعلاوة سنوية وذلك حسب ما يسمى بالمنحنى المنضبط الذي سيتم تطبيقه في العام 2017 وقال أن الديوان يشرف على أكثر من خمسين ألف موظف نسبة النساء منهم تصل إلى ثلاثة وخمسين في المئة أما عدد من لديهن باكالوريوس من النساء فيصل إلى خمسة وستين في المئة مقارنة بخمسة وثلاثين في المئة من الرجال الحاصلين على درجة الباكالوريوس أما عدد من لديهن باكالوريوس